أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان في آية كتير كتير حلوة وهذه الآية بعد برهة مصرية وهذه الآية من العهد القديم اللي هي دعوة للنجاة ودعوة للخلاص وهذه الآية كما حطيت العنوان أطلب الرب مدام يوجد وخلينا أقرأها في سياقها في سفر إشعياء النبي في العهد القديم إصحاح 55 ومن آية 6 أطلب الرب مدام يوجد أدعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم يبارك لنا الرب كلمته أحبائي هذه واحدة من الآيات الجميلة في سفر إشعياء النبي إشعياء بيعطي رسالة الرجاء ولسيما للمستردين وعم بشجعهم أنه يطلبوا الرب وإسرائيل حاولت بطرق عديدة ولكنها فشلت والفشل كان ذريع إلى درجة أنه راحوا للسبة ولكن بيعطي رسالة أمل وبيعطي رسالة رجاء كما تكلم النبي إرمياء أيضا مكتوب قال النبي إرمياء في صحاح 29 والآية 11 مكتوب لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لشر لأعطيكم آخرة ورجاء ثم يقول فتدعونني وتهذبون فتطلبونني فتجدون فتجدونني إذ كنتم تطلبونني بكل قلبكم وها نسمع صدى صوت النبي الشعياء قائلا أطلب الرب مادام يوجد أدعوه وهو قريب إله الكتاب المقدس هو إله قريب اسمه يهوى هو إله شخصي إله العهد إله الوعد وطبعا إله شخصي يتفاعل ويتواصل مع احتياج الناس وهذا التواصل الأعظم أحباء ظهر من خلال تجسد الإبن كلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا هالكلمة موجود في وسطنا حل بيننا نستطيع أن نطلبه وهو موجود في كل الأوقات أطلب الرب مادام يوجد فالرب دايما موجود وأنا واحد من التعبيرات اللي بحبها من إخوة المصريين في إصطلاح كتير حلو في مصر دايما بشجعوني فيها بقولولي ربنا موجود ربنا موجود وبحب هذه يعني هذه الكلمة اللي هي أساسها كتابة إنه ربنا موجود فعلا إنه إلهنا حي إله بيتواصل فهو قريب من الذين يطلبونه مكتوب إنه الله قريب من منصحقي الروح الرب قريب من الذين يطلبونه الرب قريب أيضا في مجيء الثاني هاي الدعوة دعوة واضحة شاملة كاملة كافية وافية وشافية لكل الأوضاع دعوة واضحة وضعوة دعوة صريحة جدا بكل بساطة هي دعوة للخلاص الآن الآن وهي دعوة للبركة طبعا لبركة الملكوت اللي بيستمر طبعا لاحقا وهذه الآية تشكل لنا جوهر عطية الله وتشكل نعمة الخلاص والرحمة لكل من يطلب الرب في هذه الآية الله بيكسر كل الحواجز فهو قريب مش بعيد مثل آلهة الأمم الآلهة الوثنيين قال بولس الرسول في أفسوس اتنين أنتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين بدم الرب يسوع المسيح فالرب قريب من الذين يطلبونه لكن نحتاج عدة أمور أول شي لازم يكون عندنا الرغبة لازم تكون عندك الرغبة إنك تطلب كما قال الرب يسوع في يحن سبعة إن عطش أحد فليقبل إلي ولاحظ صدى صوت إشعياء في خمس وخمسين آية الأولى أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلم اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا لماذا تزنون فضة لغير خبز يعني خبز الكذب كما موجود في في سفر الأمثال وتعبكم لغير شبع فإذن يا من تطوق إلى الحرية تعال إلى الرب يسوع المسيح يا من تطوق إلى الشفاء الكامل تعال إلى يسوع المسيح يا من تطوق إلى الارتواء تعال إلى يسوع المسيح يا من تطوق إلى الشبع الحقيقي تعال إلى الرب يسوع المسيح تعال إلى ينبوع الحياة لكي يفيض في حياتك أنهار مياه حية اترك طريق الشر تخلى عن الأفكار الأثيمة وتب إلى الرب فيرحمك وهذه هي معاملات الله ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره لأنه مكتوب إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب فهي دعوة واضحة وصريحة للخلاص والنجاء دعوة تعبير عن نعمة الله ومحبة الله وخلاص الله ورحمة الله ثم أحباء خلينا ندعو الرب طالما هو موجود سيأتي وقت سيغلق الباب نعرف من مثل الغني الغبي قال له هذه الليلة تطلب نفسك منك هذه الذي أعدتها لمن تكون في وقت مثل العذارة الحك الجاهلات عندما أغلق الباب لم يستطيعوا الدخول وبتذكرنا عندما أغلق باب الفلك ونزل الطفان على البشر فأهلك فإذا في وقت فيد الله ممدودة ورحمة الله ممدودة ومحبة الله غير مشروطة أطلب الرب ما دام يوجد اليوم هو يوم خلاص إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم لا تؤجل عجل بهذا الموضوع لا تغامر ولا تجازف بأبديتك أطلب الرب إلى هنا حي موجود ما نعرف الساعة يمكن في أي لحظة فيها تنتهي الحياة أو في أي لحظة نكون مع الرب يسوع على السحاب من أجل هذا هل أنت مستعد لازم يكون عندك الرغبة لازم يكون عندك العطش لازم تطلب الرب لازم تدعوه وهو قريب سيأتي إليك في الحال عندما تطلبه لكن أطلب الرب الصدق أطلب الرب بأماني أطلب الرب بإيمان إيمان مصحوب بالتوبة فالإيمان والتوبة هو ذات الوجهان العملة ذات الوجهان لازم نتوب ولازم نضع ثقتنا وإيماننا بالرب يسوع اترك الطرق الشرير وأفكارك الأثيمة ارجع إلى الرب نفسك مهمة عزيزة جدا على قلب الرب القي نفسك على نعمة الرب وعلى رحمة الله فهذه الله تعامل مع خطيانا خطيانا سترت ببدلية المسيح فأخذ مكانك ومكاني وأخذ خطيتك وخطيتي حتى نتبرر أمام الله ارجع إلى الرب مؤمنا حتى تنال الغفران الكامل والنجاء من الخطية وبهاي الحالة تدرك عدم قدرتك إنك تكون بار أو ترضي ترضي الله بأعمالك أو ببرك لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضي لك المسيح أطلب الرب مدام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران من هو إله مثلك غافر الذنب وصافح عن الإثم كغيم محوت ذنوبك فالرب هو الغافر وهذا الغفران تم من خلال كفارة يسوع المسيح ألا تضع ثقتك في يسوع المسيح في هذه اللحظة وتنقذ من الأبدية المظلمة وتنال الحياء الأبدية في الحاضر واسمك يتكتب في سفر الحياة يلا صلي معي قل يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا بدعوك كما تقول الكلمة أنا بدعوك إلى حياتي حتى تكون ربي وسيدة ومخلصة وملكة أيضا سامحني يا رب على كل خطية ارحمني أنا الخاطئ والآن أقبلك كمخلص لحياتي إذا فعلا صليت هذه الصلاة ممكن تخبرنا تقول أنه أنا صليت معك هذه الصلاة وطلبت الرب شارك هذا الفيديو حتى يكون أكبر بركة لأكبر عدد ممكن ربنا يباركك ويكافأك على خدمتك وتعب محبتك محبتك